موسيقى انجاز للمرة التانية على التوالي ليه وادي دجلة نوها وجيهان ممضوح السرح هم اللي هيكونوا معايا دلوقتي لعبتها فريق السيدات في نادي وادي دجلة نوها أخبارك إيه؟ الحمد لله جيهان أخبارك إيه؟ الحمد لله بس حاجة للإستاذ المشاهدين عشان هم إيه يلتم يسولي العزم نوها وجيهان توقم وبالتالي أنا ممكن أغلط في الأسماء وأنا ماشي فنوها وجيهان اتفقت معهم قبل الهوى ان احنا هنصلح لبعض اتفقنا؟ اتفقنا؟ اتفقنا 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 انجاز عظيم انجاز كبير وأنا فرحان دايما أو بفرح لما قابل لعبات من الكورن النسائية عشان كورن النسائية كمان بدأت تكتسب شيء من الشعبية في مصر يعني دايما كان كورن النسائية الناس ما بتتبعهاش قوي بس دلوقتي الناس بقوا شايفين أبطال شايفين فرق بتلعب في بطولات كبيرة ان شاء الله يبقى فيه منتخب كبير وليه الاول الانجاز العظيم ده حصل ازاي؟ انجاز السعود لدولة أبطال افرق هو احنا كنا مخططين من الاول ان احنا لازم نبقى لبطولة دي ان احنا السنة الفاتت احنا دخلناها لانها كانت في مصر لكن السنة دي احنا كان لازم اصل نكسبها عشان نثبت للناس كلها لأ احنا مش صوت فدخلناها احنا فان احنا عندنا الكواليتي نحنا نلعب ونشارك في البطولة دي وطبعا احنا كوادي دجلة بيحب دايما يحقق انجازات وكده فلا دي حاج كويسة جدا جهان كسبتوا مين في المبارد نهاية بطولة شمال أفراكيا عشان توصلوا لبطولة دورة عبطال أفراكيا فرقة في الدورة كسبنا المعادي ونفس الحاجة اللي عبناهم برضو في نهاية كاس وكسبناهم للمرة التانية ايه بحكية بطولة شمال أفراكيا دي حاجة يعني قصة احنا بدأنا أصلا تمارين واستعدادا أصلا لها من بجر قوي بدأنا بالتمارين وحتى بعد كده معسكرات كتيرة قوي عشان حتى اللعيبة تخش مع بعض وكده وبرضو نتعود على اللعب ببعض أكتر وكده وبرضو بعد كده بدأنا في فترة اللي هو قبل الصفر على طول ان احنا ندرس الفرق التانية بتلعب ازاي عشان هما دايما لعبوهم معروفوا ان شمال أفراكيا لعبوهم قوي قوي وسريع وطبعا مختلفة شوي عننا فدرسنا شوي الفرق دي وبعد كده لما دخلنا شفنا أول ماتش اللي هو ما بين جزائر وتونس وشوفنا بعض الحاجات للفرقتين لغاية ما احنا اتأهلنا اتأهلتو اه انا اسمها تمتو سجلتو هدفين في الملعب؟ اه سجلت جنين ضد أفا كريزلان ده فرقة جزائرية والبنك الاسكان برضو جنين فرقة تونسية مركز جنين ايه في الملعب؟ اه وينجات اه رايت وينج او ليفت وينج احنا بنبدل مع بعض اه عشان تلغبطهم من رفتها اه انا مش هاق انا مكلمة هوا نحية هي ولا اتغيرك هوا ما حدش يعرف صح؟ اه هوا اللغبطة دي اه اه دي فكرة كويسة جدا بالذات ان واحدة قصة يمنى واحدة شولة اه فاحنا بنحب نبدل عشان على حسب العدلة بتاعتنا عجون مين العشوال؟ هي عشولة انت العشوال اه انت الاحرف ولا هي؟ بصراحة لاو على حسب احنا يعني طيب جان انت يقولي مين اللحظة؟ اه لا حسب برضي حسب من البعض اه انتو اتنين حديفة اه اه انتو اتنين حديفة بترقصوا كده بقى وحركاتوا اه مين اقوى؟ يا مين الاجريس في الملعب؟ ايه ممكن ساعات اه انت تنزيل تاخدي التاكلينج تتخلصها اه ساعات ولما مثلا احس اللي قدامي عايزة تخش او تخبط فيها جامد فلا انا بحب اعرفها لا عفكرة اه 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 اسألكم السؤال كم ممكن اسأله في البداية بس انا حبيت الاول ان اتكلم عن الانجاز وبعد كده اسألكم السؤال ده ليه كرة القدم؟ يعني عادة زمان دلوقتي خلاص حصل تطور كبير جدا وبقى فيه بلدات كتيرة بتلعب كرة بس وانتو صغيرين اكيد ما كانش كرة القدم في مصر مش كرة قدم النسائية في مصر مش حاجة كبيرة مفهاش تطور كبير الحمد لله احنا الفترة اخيرة تطور عظيم ايه اللي خلاكوا تختاروا الكرة؟ واحنا بدأنا واحنا عندنا خمس سنين مع المدرسة صحومنا الولاد كان هم عايزين تكملة عدد فنزلت معهم ثاني يوم قلت الجهان لقدي اللعبة حلوة فكملنا فيها وبعد كده حتى مع صحومنا الولاد فضلنا مثلا ننزل حجوزات وكده لحد ما وصلنا للوادي دجي اه اي انا تلعبوا كلهم يوم صغيرين مع الولاد وانت يا جهان عملت نفس القصف اه كنت ماشي معا نفس الطريقة ايه كنت لعبوا ايه بقى يعني كنت لعبوا ايه خماسي 11 حداشر لا خماسي طول عمرنا مع الولاد خماسي عشان برضو السرعات طيب بدأتوا امتا بقى الاحترافية او بدأتوا امتا تروحوا نادي وتبدأوا تشتغلوا تدريبات وتشتغلوا كرة نسائية بقى في 2014 اه بدأنا في 2014 عملتوا ايه بقى في 2014 كان دخلنا وادي دجلة بدأنا مع الناشئين كسبنا بطلات كتيرة وبعد كده الكابتك كان عايز ان هو بس احنا كنا عايزين ناخد ستاب باي ستاب او الناشئين بعد كده فيرستين بس انجازنا كذا كذا دوري وكاس وبطلات ناشئين وفرستين يعني فرستين انا اسمعت حاجة لطيفة لانتو كنا عندكم بعض الاختبارات في اندية اوروبية اه حصل ايه بقى؟ مع يوفي وميلان احنا احنا جربنا معاهم في 2019 او 2019 وكان مفروض ان احنا خلاص هنلعب كررنا مع يوفانتوس ومفروض ان احنا نلعب في 2020 بالصحة حصل الكورونا وكده فموضوع وقف يعني وبرضو احنا كان ساعتها كنا في اي دي فقونا لا خلاص احنا نكمل هنا اي دي وبعد كده نخش يا جامعة في ايطاليا امتحنا وتقابلنا كل حاجة بس تلعب كورونا فوقفت كل حاجة تفرحتين ايه الموضوع اليوفي ده اوه انت لما قلتوا اليوفي ومين رح تجمز اوه اليوفي كنت حلو طيب مفيش طريق او حاجة ممكن تخليك وترجعوا تاني تعملوا نفس الاختبرات وتجربوا مرة اخرى اوه اكيد احنا مستنين فضلنا سنتين في الجامعة وبعد كده هنتنقل في ايطاليا ونشوف برضو احنا لسه بنتكلم مع حد في الادارة احناك فهو ساعتها هو مفروض مستنينة بس ساعتها اوه من خلص جمع هنروح ايطاليا هندسة الدراسة بقى بيحصل فيها اي مشاكل بسبب التدريبات والمباريات ولا عارفين توفقوا بالنسب صراحة لا احنا عارفين يعني نماشي الموضوع هنا وهنا دراسة وكورة يعني متفوقين في الدراسة لا متفوقين في الدراسة طيب كويس عشان في ناس كتير يقولك ايه لا انا مش هوادي بنتي تلعب كورة هتأخذ من وقتها ومن دراستها ومن التعليم بتاعها فلا بلاش كورا ان العبع الرياضة ما فيهاش بطولات كثيرة وتدريبات كتيرة فانت بقى الدنيا اسهل طيب من الحاجات المهمة جدا كنت لسه بقولها من شوية فكرة الانتشار اكيد انتوا حابين يبقى في انتشار للعب حابين ان الناس تتفرج عليكم حابين تتفرج على مبارياتكم ايه الحاجات اللي انتوا نفسيوكم بتشوفوها في الرياضة دي في مصر كورة القدم النسائية ان الفرق الكبيرة زي الولاد الاهلي زي مالك وامبي وكلام ده يعملوا فرق بنات يعني ده هيكبر من الاودينس بتاعنا وهيبقى فيه اهلي كتيرة هتقبل موضوع او الفكرة بتاعت الكورة النسائية ان عادي ملهاش علاقة ان البنت بس بتلعب كورة فهيبقى شكلها والد لا اوه مالهاش علاقة والناس هتبتدين هي تتفرج علي اللعبة وتنبسط انا معاك لقوا بعد كده كمان من ناحية الصداية هيبقى فيه سبولسرز وهيبقى فيه بعد كده قيمة اللعبة نفسها تزيد فتيبقى فيه محترفات وماركت هيبقى احسن منتخم مصر هيه منتخم مصر هدف لكل بنيتوا منتخم مصر هاي تحت ستاشر سنة منتخم مصر بقى الاول شايفينه او شايفينه واعد انه يبقى حيبيرة في القرارة الافريقية وعالمية واكيد طبعا يعني دلوقتي برضو احنا بناخد منتخم مصر بياخده كل حاجة ستاب باي ستاب برضو فاكيد طبعا هيكون فيه تطور حتى فيه نوادي زي الاهلي بدوا يعملوا اكاديميات وكده فاكيد الموضوع ده هينشط طبعا الكرة النسائية اكتر وهيخلي طبعا المنتخب يكون احسن واحسن كمان ان شاء الله يا رب مين بقى من الفرق اللي انتو بتحبوها فرق مصر او فرق برا مصر بتحبو تفرجوا على مين يا طبعا تفرجوا على كورا كتير اه ممكن الاهلي لا تشجيع ولا فرجة اه ممكن تشجيع اه ممكن تشجيع ناس الحاجة اه برشلورة مانت سيتي اه بردو يوفنتوس طبعا اه بس دي بروين كمان عمل عامل موسم عظيم اه انا ساعات بعمل كده اه ادى واحدة البرناط سيرفا المباراة اللي فاتت مش طبعاة في مباراة نيو كاسل اه اه ادى واحدة البرناط سيرفا مش طبعاة من اللعبة العظيمة جدا مين من اللعبها في مصر انتو بتحبوا وتشوفوهما وتفرغوا عليهم اه زيزو لعب بجد جد 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 اه شيكبالا اه هوا دول بتابع دول اخترنا اه زيزو الشيكبالا موتيش من اللعب تلعب اللي بتشجيعي لا لا اه زعلان من الاهلي انت شوية اه بالصم برضو الاتنين دول بالذات عملوا سيزن حلو قوي السنة دي زيزو الشيكبالا اه طبع اسألكوا سويل اه حلو في لعبة كده عشان بحب نلعب شوية اه لو اتركوا منتو الاتنين في فريق كرة قدم رجالي اه تمام؟ مين الفريق؟ يعني التسعة التانيين اللي معاكم يلعبوا معاكم مين التسعة؟ على مين او محليين؟ مين التسعة؟ صعبة دي ولا سعبة؟ اه ممكن شرناوي شرناوي حلوة اه خط الدفاع مصر او بره؟ لو مش فاكرة خلاص مصر او بره؟ اه ممكن دياس حلو جازة من تتازلياEN؟ اه بندايك؟ باندايك اوا او ممكن كيلينة او بونوتي او Bareitos تشاجعه لو في زي جيمي او جد او بك ليفت ممكن وكر او باك رايت اه انتوا عدت وكره بك ليفت براحتك يعني ماشي ماشي يعني obrigado في اللعب نفسر ونعمل به против الوقر على الاء ونعمل به عندما كلمن به بس تمام ممكن نح ważne كنت على تمام القت للمضاء تمام تمام. في النص. في النص ممكن من كانتي برضو. كانتي تشلسي. جورجينيو. جورجينيو كمان. هايل. وديبروين قدام. وثلاثة قدام ميسي وممبابي ونمار. بيس دي. انزعلتوني اوي. انتوا بتنزعلتوني اوي. فين صراح. اه. فين صراح. صراح لو شفنا دلوقتي ازعل مننا ها. نحط صراحة بلكان نحط التشكيل. بس احنا حطينا لعبة حلوة برضو. اه. تشكيلة عظيمة جدا يعني. اه. طيب. من الاندية العالمية في الكرة النسائية بتحبوا تفراجوا عليها. وعلى انتوا عارفين ان هم اندية كبيرة ونفسكوا تلعبوا معاها. برشلونة. برشلونة. اه. برشلونة وبيس دي. بتفرجوا على امبراتهم. يعني في حاج كان متاح ان الانتوا فيها على امبراتهم ولا صعب. اه. لا. مستحل اتفرجنا على المنتخبات. اه. فرنسا وانجلترا والمانيا. كان كويسين جد. كويسين. كويسين. كانت طحفة. اه. احنا بعيد قدي. ايه. بسراحة. لا كتير. بعيد كتير. اه. محتاجيني علشان نقرب. اه. اه. لعيبة اكتر. اه. وممكن اه. مهارات اكتر. اه. دعمة اكتر. دعمة اكتر. اه. برضو. ماس ميديا ان الناس تاهتم. اه. 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 لأ ممكن بنت يتلعب كرة ويهتموا برضو ويشدعوا البنت عادي أكتر ممكن مثلا تستاف بقى من بره عشان يبقى عارف مثلا الكواليتي بتاع اللعيد ده طب احنا نستغله ازاي ده مثلا هيعرف يلعب ستين ديئة هيعرف يلعب سبعين ديئة كده يعني انتو جاهز الفني مثلا للفرق عندكم مش جاهز فني كبير صح؟ يعني انتو فاهميني جاهز فني فيه تفاصيل كثيرة واختصاصات كتيرة مش كتير في مصري انو ميبقاش عندنا جاهز فني كامل طب انتو اي الصعوبات اللي انتو بتواجهوها وانتو بتلعبوا كبيرات؟ ممكن اختلاف اختلاف السراعات دي ممكن تفرق فعلا من بنت لبنت وبتكون باينة قوي فيها بالذات القفاركة بالذات لما نيجي نلعب فعلا القفاركة بيكون فيه فرق جامد ممكن مثلا في الفريق عندنا يكون فيه اتنين تلاتة بس القفاركة هما كلهم سراع وبرضو غشام وبرضو كتاكتكس هما برضو بيلعبوا على حتة مثلا لو انا خبطت في البنت اللي قدامي وعرفت ان هي خايفة مثلا او كده فالعب على دي اكتر وبرضو يعني اللعيب المصري عشان برضو فيه خبرة سنة اقل من الافاركة ممكن يقولوا لا دا هما افاركة ازاي نكسبهم وكده فعشان كده احنا برضو كان مهم اقول ان احنا نكسب الكواليفيكيشنز لافريقيا عشان ندي برضو رسالة للناس عفكرة لا احنا احنا كمان زيهم وممكن كمان نعمل احسن هاي بحيث دايما العيب الافاركة عندها قوة بدنية اكبر يعني فرقة عننا فرقة دا بسبب ايه بسبب تنمينات ولا بسبب جينات لا جينات طبعا جينات لا هم جينات طبعا وممكن اه كتباريب بس هي في الاصل جينات جينات بحيث هم عمالكة دا متى في البنات والولاد يعني هم مختلفين عندنا صح وانت يقول صح ان الموضوع جينات يعني ما فيهش احنا اه بدنية هنحاول نجريهم بس هي بقال بدنية كبيرة جدا الملاعب بقى الملاعب في مصر انتو تدربوا عليها اللي بتدربوا عليها المباريات ملاعب مؤهلة وجيدة ان انتو تتمرسوا فيها كل طبعا يعني احنا في دجلة الملاعب كويسة وفي كم نادي ملاعب كويسة الباقي لا وحشة جدا اه مين من الاندية اللي انتو شايفينها دايما بتبقى منافسة او مش منافسة عشان دايما مشوف في ادل دجلة مفش حد بي نفسه دايما ببعيدا عنا قرب منافسية يعني بس مين الاندية اللي بتخبط معاك ولا قريبا لما بتروح لمباريات بتبقى مباريات مش سهلة هاي للأهل والزمالك والإسماعيلي والاتحاد والأندايا الجمالية دي زي ما انت كنت بتتكلمين شوية ليه مالهمش أندايا للقراء النسائية من وجهة نظركو يعني أظن عشان هما مش عايزين يحطوا بودجت في حتة هما ممكن يخسروا فيها مش عايزين ياخدوا الرزق ده لكن لا هو مفروض كله يعمل عشان يبتدي فيه أوديونس فكل كلام ده بس هو يعني بس يعني نقشوني يعني أنه الأنددايا الجمالية في مصر بتكلم عن الأنددايا الكبيرة تحديدة زي اللي والزمالك عندهم كثير من الألعاب الأهداف منها مش الربح يعني هو أصلا يعني مثلا فيه ألعاب مش عايزة أذكر مش أذكر أمثلة بس فيه ألعاب كتيرة هو أكيد ما بيكسبوش منها زي الكورة مثلا إيه اللي خليهم برضو ما يعملوش كون النسائية أنا بحاول بس أوصل لحل أوفهم يعني هو ممكن كفكرة مثلا أن يعني مش حاجة جديدة أن برضو كورة النسائية تكون مشهورة فممكن هم متأخرين عن مثلا وادي دجلة بس لا هم أعتقد أول ما يخشوا لا ممكن يعملوا هي نفسه طبعا هي نفسه جامد قوي الفرقتين دول يعني هو أول بل أهلة هيعمل نادي أنتوا هتروحوا لأهلة أعلى طول مصيروا وادي دجلة صحي كده حاسين أهلوية أهلوية آآ اهلوية دجلة في لحظة في لحظة رازبها الأهلة عمل نادي إحنا قاسفين ياريحنا جنبا صحي كده لا 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 إنتوا إين تتسافروا برا مصر لمالتها مثلا بعد جماعت الأهلوية.. لا لا بعد وجماعة متارجتين ايه؟ يتسافروا على مني؟ هتروح هتجربوا فين؟ في إيطاليا. عشان برضو عايزيني وصل منتخب. اه. وبعد كده يعني على حسب بقى لو جالنا شغل هندسة ماشي. اه. وسهي الفكرة مثلا في هندسة ممكن افكر في نوروي. اه. في سويسرا. اه. في حيطة التانية. لكن الكورة اشوف في إيطاليا بعد كده اشوف في اسبانيا. طبعا انت لفتت نظر النقطة مهمة جدا. اه. هل البنت لازم تشتغل شغل تاني مع الكورة؟ لا. تلواتي بره ما بقاش كده. بره ما فيش كنده في مصر. اه. في مصر اه. البنت ممكن تكون تلعب كورة وبتشتغل شغل. اه. هو انتم يعني مش عارف يعني مش عارف السؤال ده اسأله لأ بس. انتم ببقاش في عقود ولا في عقود. في عقود. اه. بس مؤخرا اوي. اه. وطبعا مش باركام بتاعت الكورة بتاعت. لا لا لا. خلاص. اه يعني مش هقولك مثلا بتاعتي عشرة مليون جنيف الموسي. لا لا لا. اه. لان فيش الكلام ده صعب. لا لا. من اللعيبة عايز كلمة كورة في مصر السنة دي. اه. مين افضل لعب شايفينه في مصر السنة دي. كورة قدم رجال. اه. هو زيزو. زيزو. اه. زيزو. اه. ايه اللي عجبكو في زيزو. اه. السادة الصغير. ولعيب وسريع وعايز يعني يعني الكلام ده حلو. اه. عجبك يا بزيزو. اه. هو برضو عنده اللي هو الرغبة انه هو عايز يجيب. اه. لا بدل ما يجيب جون. لا انا هجيب اتنين وثلاثة. وفي الفرق برضو يعني المطشاط اللي هي التقيلة. اه. فمن احسن اللعيبة هو ان اللعيب يكون كويس قوي بالزات في المطشاط التقيلة. وبيعرف يقدي في النادي وفي المنتخب. اه. اه. بما انك هو اهلوية. اه. اه. للا اهل السنة دي مش كويس. تغيير الكابتن في الروس الوصل ده. اه. 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 ده اللي غير كل حاجة. اه. اه. انت كنت تحب الموسماني. يعني لا بس هو الفرقة كانت شغالة. اه. كانت واش كويس. ورايكو في المدارة بسوارش. لا. اه. بسوارش برضو يعني ممكن يكونت ظلم. يعني هو صعب ان الواحد يدي قرار. اه. وهو اصلا ماسك الفرقة طبعا يعني نفسيا محبطين. اه. وغير كده ماسك فرقة. هو ما ما شافهمش مسلا ساعة معسكرات مسلا او اه. الفترة اللي هو بتاعت التأهيل والحاجات دي. صح. برضو صعبة او. اه. كانت صعبة او. اه. طيب. اخر حاجة هل ستركه على محمد صلاح. اه. محمد صلاح اللي بيعمله. وفاكرة انه يبقى يدينا كلنا دافع. اه. نحن ندر ننجح. نحن نوصل لاوروبا وانه يبقى اسم كبير في اوروبا. وليه بتشوف محمد صلاح ازاي? هو وحط مصر في حتة تانية. اه. ككورة. في ناس تقولك مصر ايه مصر جمال. مصر اهرامات. مفيش حق. مفيش كورة. لا. ده دلوقتي محمد صلاح ده لعب كويس جدد. وممكن ياخد جواز كبيرة جدد. لا هو قوي. اه. برضو انه هو دخل مع اه. ساعة اما كان فيه كانوا بيتكلموا على جولدن بوت وجولدن اه. 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 كان فيه برضو اه. كان فيه كان هو موجود فوسط برضو ميسي ورونالدو والناس دي. فطبعا ده يعني هو فيه احسن من كده. اعجاب. 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 من اشهر اللاعبات العالميات دلوقتي. اه. فيه واحد اسمهاالكسيا بوتالاس. اه. 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 في بارش بيلعب في أمريكا في بعض جيرالي بتاعت إيطاليا وفي برضو رينو بتاعت فرنسا دي تعرفت واحدة مدافعة قوية جدا بتاعت فرنسا كوناتا كمان برضو فرنسا برويت انجلترا كان في حتى غري أو كانت اسمي ويت كمان ويت في انجلترا مفكرتوش تعملوا مرة معايشات في أندية يعني تروح مثلا لأهلي الزماني تشوف تدريباتهم تشوفوا اللعبة بتشتغل ازاي يعني فكرا مفيش أصل مفيش أصل ولسه مبتديين دلوقتي دا مش بكلمة عكون نسية مثلا ما فكرتش مثلا تقولي انا اروح الفرجة لتدريبة النادي الأهلي اشوف بيشتغلوا ازاي فنيا في الملعب الرجال يعني مش لازم تسنزلي معايهم اللي بكلمة على المشاهدات والتدريب مفكرتوش تعملوا حاجة زي كده هو احنا مفكرناش لا بس ممكن عشان الوقت بالنسبانا يعني حاجة ايه اه جدا فموضوع ده صعب شوية صعب جدا اه انا حقيقة استمتعت جدا بالحوار معاك واحنا وعجبني ان الحوار يعني دردشنا فيه في كل حاجة تقريبا يعني دايما ابتقول دايما حاجة هيلة جدا إنجاز عظيم مع وادي دجلة بإذن الله اللقاء اللي جاي تكونوا كبان بتلعبوا في أوروبا تلعبوا في اليوفي بلا شميلا اه يوفي يعني تلعبوا في اي نادي في طالي هبقوا ممسوط باب وغسي اليوب عشان هبقوا اكتر يعني نوها شرفتي ونواردي انا كنت سايد جدا بتواجدك معي شكرا شكرا جزيلا شهان شرفتيني ونوارتيني شكرا جزيلا نوها وجهان ابطال وادي دجلة عملوا اداء رائع جدا مع وادي دجلة وساعدوا بيهم لبطول الدوري ابطال افريقيا نمازج عظيمة نمازج ايضا مشرفة وادي دجلة كنادي اصلا لكرة القدم الاسهائية هو دائما النادي مشرف للكرة المصرية ان شاء الله تطور اكتر لكرة القدم النسائية في مصر ونحن الحمد لله واخدين خطوات عظيمة في هذا الامر لو كنا منتكلم من 3-4 سنين كانت الامور غير كده خالص حلوتي بنلعب في بطولات افريقية منتخب مصر هيبقى افضل ان شاء الله يبقى جيد ان شاء الله في بعض الاندية اهلي واسماعيلي بدوا يعملوا اكاديميات اندية جماهلية ان شاء الله الزمالك والاتحاد والمصر كل الاندية دي تعمل فرق للكرة النسائية ونشوف تطور كبير في هذه اللعبة